مرحبا بكم في قناة تحفة يوب مع حتمية غلق مصنع رونو بالجزائر وهو الذي أوقف أغلب نشاطاته الغلق النهائي كان منتظرا أن يكون في شهر أوث الماضي لكن تم تأخيره في أخير اللحظات للسماح للعمال بكل فروع شركة رونو من مواجهة مصارف الدخول الاجتماعي والمدرسي وحسب ما ذكرت صحف محلية اليوم بينها جاردة البلاد فإن خيار الغلق من شركة رونو جاءت لنفذ كمية أجزاء السيارات آسكادي وسيكادي المسموح لها باستيرادها والتي لا تتعد بمجملها 600 مليون دولار حيث نفذت كل الدخيرة من السيارات ويبدو أيضا أن سمح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات إلى الجزائر ورفع مطالب أيضا لفتح استيراد السيارات أقل من 5 سنوات ربما له تأثير كبير وراء هذه الخارجة مع الحديث عن استراتيجية أخرى من الجزائر في صناعة السيارات وليس كما يحدث الآن من تركيب ونفخ كما أن المجلس الوطني للاستثمار كان قام بتسقيف حصص عمليات الاستيراد للعديد من أجزاء تركيب السيارات تشجيعا على تصنيع لأنه الأهم فما رأيك في غلق مسنع رون الفرنسية؟ لا تنسى الضغط على الزر الإعجاب كما لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم والاشتراك في القناة وفضلا منكم دعمنا بتفعيل الجرس وشكرا جزيلا تنسى الضغط على الزر الإعجاب